استقبل محافظ البنك المركزي حسن عبدالله السيد أكينومو أديسينا رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقية على هامش الاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي في شرم الشيخ وتشهد الاجتماعات حضورا رفيعا مستوى من وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية من 81 دولة وحوالي 4000 مشارك من كبار رجال الأعمال وشركاء التنمية وتأتي الاجتماعات في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات من الناحية الاقتصادية